نظمت ندوت صحفية لتقديم نتائج التقرير السنوي لمراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية لموسم 2012-2013 والذي تم إعداده في إطار البرنامج الوطني لمراقبة مياه الاستحمام بشواطئ المغرب والمنجز بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تميزت نتائج مراقبة مياه الاستجمام بالشواطئ المغربية هذه السنة بكون عدد الشواطئ تشميلتها المراقبة بلغت 146 بزيادة 6 شواطئ مقارنة مع السنة الماضية و16 شاطئ ألف مي تعلقوا بجودة الرمال وهذا مبريستيساء حجم المراقبة بالشواطئ وعدت تقرير وسيلة لإخبار المواطنين بالحالة البيئية للشواطئ ومناسبة للإشادة بالمجهودات المبدولة من طرف الفاعلين والمهتمين والتحسيس والتربية في مجال الحفاظ على البيئة البهرية نتائج مراقبة مياه الاستجمام بالشواطئ المغربية هي جد إيجابية هذه السنة لكون 97% من الشواطئ نظيفة وملائمة للمعايير الوطنية وهناك مجال آخر قد انطلقنا في العمل عليه ويتمثل في عدد نموذج للشواطئ وضع معاييره ويمكن التقرير السنوي لمراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية من خلق تنافسية بين مختلف الجماعات الساحلية من خلال دفعها إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين خدمات السياحة الشاطئية وتوفير الراحة للمصطفين